في تخادم واضح بين الانتقالي وجماعة الحوثي قامت مجامع مسلحة محسوبة على الانتقالي بالتقطع لامدادات عسكرية مقدمة من التحالف العربي في عدن لمقاومة آل حميقان في محافظة البيضاء وبحسب مصادر محلية فإن الماليشيا المحسوبة على الانتقالي اعتربت الامدادات في منطقة حبيل جبر وفي يافع الحد بمحافظة لحجة وقامت بسرقتها وتشمل تلك الامدادات آليات عسكرية وذخائر ومدفعية وقالت المصادر أن مدير أمن لحجة محسوب على الانتقالي صالح السيد وقائد قوات الحزام الأمني جلال الربعي الزراء وامر للقوات التابعة لهما في منطقة يافع الحد بمنع ملور التعزيزات لمناطق آل حميقان بمحافظة البيضاء التي تخوض مواجهات شرسة مع ماليشيا الحوثي وتعد واقعة الاحتجاز للتعزيزات السعودية الثانية من نوعها خلال 48 ساعة بعد احتجاز تعزيزات مماثلة للواء الأمجاد شرقي محافظة أبيان وأصدر تحالف قبائل يافع بيانا نفوا فيه المسؤولية عن سرقة الامدادات السعودية وحملوا ماليشيا الانتقالي في منطقة ردفان المسؤولية عن ذلك التي كان مدير أمنها قد حمل في بيان سابق عناصر مسلحة قال إنها تنتمي ليافع حملها المسؤولية عن الحادث فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الانتقالي على الحادثة وسط تصعيد كبير من قبل الناشطين المحسوبين عليه في وسائل التواصل الاجتماعي ضد المملكة العربية السعودية وقواتها في مدينة عدن التي كانت قد تعرفت لهجوم بعبوة ناسفة لأسبوع الماضي ويخوض الجيش الوطني معارك شريسة مع ماليشيا الحوثي في محافظة البيضاء التي كانت تشهد هدوءا منذ سنوات وسط حديث عن تقدم للجيش الوطني في عديد من الجبهات وبحسب بيان عن المركز الإعلامي للجيش الوطني فإن الجيش تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البيضة في جبهة الملاجم وتحرير شعاب إشار في جبهة ناطع في إطار حملة واسعة لتحرير المحافظة ترجمة نانسي قنقر